حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعرف ونسبب تعريف التابعة الكانون LBB 351X من خلال الكمبيوتر او اللابتوب وهي هي نفس الخطوات للتابعة الكانون LBB 352X وحلقة النهاردة مكونة من فقرتين الفقرة الاولى هنسبب تعريف التابعة من خلال الكابل الو اس بي والفقرة التانية هنسبب تعريف التابعة من خلال الراوتر الواي فاي وعشان ما تقولش عليكم يلا بينا نبدأ بالفقرة الاولى وهي تعريف التابعة من خلال الكابل الو اس بي فيلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيلا بينا مبدايا جماعة انا سيب لكم رابطين تحت الفيديو في اول تعليق الرابط الاولاني لو ضغطت عليه سيحولك لصفحة كانون الرسمية عشان تقدر تحمل تعريف التابعة والرابط الاولاني خاص بتعريف التابعة الكانون LBB 351X زي ما هو واضح قدامكم لكن الرابط التاني فهو فيه تعريف التابعة LBB 352X زي ما هو واضح قدامكم عشان الاصدارين نفس الخطوات بالزرق لكن التعريف مختلف وانا عندي التابعة LBB 351X فانا هحمل تعريف التابعة هنزل تحت شوية كده تمام ونختار هنا UFR2 اهي زي ما شايفين هنا كده تنزل تحت شوية كمان كده شوية لحد ما يقابلك كلمة اسمها دونلود ضغطة واحدة عليها ثم هنختار دونلود مرة اخرى وهنا بيبدأ يحمل تعريف التابعة فبتنتظر لحد ما تعريف التابعة يتحمل معنا وبعد كده هنتبع مع بعض خطوات تثبيت تعريف التابعة وبعد اكتمال تحميل تعريف التابعة هنخفز صفحة عادي جدا كده تمام ونخش على دونلودز او التنزلات او المكان اللي انت بتحمل فيه اي حاجة او دونلودز تمام هتلاحظ هو ده التعريف اللي هنزلنا عادي جدا هنتكع له مرتين كده عشان يفتح معنا وبعد ما تعريف فك الضغط هتلاح فولدر بتاعك فتح بالفولدرتين اصفر لكن بنفس الاسم ضغطة واحدة على الفولدرتين اصفر كده تمام ثم بنختار 64 بيت لان معظم انظمة التشغيل حاليا بيد 64 بيت فلو انت 32 بيت اختار 32 بيت فانا هنختار 64 بيت ثم بنختار الاختيار الابدل الاخير وهو كلمة Setup ثم بنختار Yes ثم بيتجيلك القائمة اللي قدامك دي دي اللانجوج اللي هي اللغة يعني لغة الاعدادات بتاحتك عايزة بأني لغة لو انت سبتها زي ما هي واختارت Next فانت كده حددت انك تختار اللغة الانجليزية انا هختار اللغة العربية عشان الاعداد كلها تبقى سهلة وبسيطة معي اي اختارت العربية ثم نختار Next ثم نختار نعم ثم نختار اتصال USB او ثم نختار التالي ثم نختار Yes وفي الخطوة دي بيطلب منك توصيل الكابل USB الواصبة من الطابعة والكمبيوتر او الطابعة واللابتوب وبعد ما التعريف ارد طابعة عادي جدا هنختار التالي هنختار خروج وبكده سبتنا تعريف الطابعة من خلال الكابل USB بنجاح ودلوقت وصلنا للفقرة التانية وهي خطوات تثبيت تعريف الطابعة من خلال الراوتر الواي فاي والخطوات كالتالي اول خطوة بنعملها بتجيب كابل انترنتي كده متوسط بالراوتر او السيرفر وتبدأ تركيبه هنا في مدخل النتورك لحد ما تلاحظ اللامة دي انه هنا وارث معناها انه توصلت بالراوتر او السيرفر ثم تيجي عندي شاشة التوابع هنا وتختار الاتجاه اللي من كده وننزل على التالي تختار Network اوكي اوكي ثم نختار اول اختيار TCB IP Settings ثم نختار اول اختيار IPB4 Settings ثم ننزل تحت شوية كده لحد ما يجدنا اختيار اسمه IP Address Seating اوكي ونختار اول اختيار IP Address Seating ستلاحظ ان IP التابعة متصفر كده تمام ستعمل سنتفي التابعة من زر التشغيل كده وتنتظر لحد ما تنتفي وبعد جلب ترجع تشغيلها مرة ثانية كده ولازم تبقى متأكد انك مركب كابل الانترنت وبعد ما عملنا عادة تشغيل للتابعة سنختار الاتجاه اللي من مرة اخرى ونختار Network اوكي ثم نختار TCB IP Setting ثم نختار IPB4 ثم ننزل تحت شوية كده ونختار IP Address Setting ثم نختار IP Address حصل لها ان التابعة اخذت رقم IP بالشكل ده سنجد خطر وراء كمان مرة ونطلع فوق عنده Auto IP اهي بالطريقة دي كده نحولها نخليها قف بالطريقة دي اوكي عشان نقفل IP وما يتغيرت كل شوية ونطلع فوق شوية كده لحد ما يجلنا IP Mode نختاره اوكي كده ونختار منويل اوكي وبكده حولنا IP من Auto لمنويل او من تلقائي ليدوي ونذهب مع بعض لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونطلع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيا بنا سنذهب لنفس المكان الذي نزلنا منه التعريف ونختار نفس الاختيار سنختار Yes ونطلع نفس الخطوات بالظبط لكن بدل ما تختار كابل USB سنختار Wi-Fi طبعا اللغة الانجليزية ممكن نصيبها المرادة لغة انجليزية عادي جدا Next ثم نختار Yes ثم نختار Standard كما هي بالظبط Next ثم نختار Next وهنا بيبحث على الطابعة اللي موجودة في الشبكة عندك زي من شايفين الطابعة بدأتنا ظهرتها LBB51X تمام وهذا رقم IP اللي موجود في الطابعة لو انت مظهرتش قدامك بتعمل السيريش مرة تانية ومرة تالتة ممكن تقعد وقت لحد ما تظهر وأول ما تظهر معك كده بنختار صحي كده ثم نختار Next ثم بتختار Start وهنا بتنتظر بعد الدقائق لحد ما يتم تثبيت تعريف الطابعة وبكده سبتنا بتعريف الطابعة من خلال الراوتر الواي فاي بالنجاح سنشيل الصحي كده عادي جدا ونختار Exit ثم نختار No طب بالوقتي أنا سبت تعريف الطابعة مرتين مرة من خلال الكابل USB ومرة من خلال الراوتر الواي فاي عاوز أفرق ما بينهم بحيث لما يأتي أطبع أبقى أعرف إن بطبع من خلال الكابل USB ولا بطبع من خلال الراوتر الواي فاي سنقوم بتصفح الصفحة ليس محتاجين في أي شيء تمام؟ ونذهب إلى Control Panel ولو ما لا يتهيش على سطح المكتبنا ممكن تعمل Search وتبحث عليه عادي جدا هنفتحها عادي جدا ثم نختار Devices and Printers تمام؟ وطبعا أنا معرف طبعات كتير قوي دلوقتي التعريفين دول هم اللي أنا عرفتوهم من خلال الكابل USB ومن خلال الراوتر الواي فاي أري胜 де أعرف أنه فيهم الموضوع بسيط جدا ستركد الكابل USB والذي يوتر فيهم هي من خلال الكابل USB زي ما رأينا وارد مسمى ج tiger فنلاتق نختار الكابل طبعا عادي نتأكد Unter dem cur plastic انها من خلال الكابل USB عاودينيا نتأكد انها من خلال الكابل الو بيرتس نختار بورتس سنختار هنا بورتس سوف ت情况 هنا يوجد مكتوب اسب يعني هذهaa متعرفة من خلال الكابل الو.سي بي نحتاجة عن الخنة ونحددها بالكامل نمسحها نكتب من خلال كابل الو اس بي يددتها من خلال الكابل الو سي بي ثم نختار اوكي بعد وقت بسيط ان تعريف التابع يتغير من خلال كابل او اس بي كليك كليمان علي مرة اخرى لكي نضبط حجم الورق وإعادة ورق ومصدر الورق والطباعة الوجهين ونختار Printing Preferences ثم نضبط حجم الورق هنا يبقى A4 انت لو اريد A5 ممكن تختار A5 او تختار حجم الورق الذي ستطبع عليه انا اختار A4 وحجم الاخراج يجب ان تضبطه على حجم الذي اختارته لحجم الصفحة الفوق انا اختار A4 وانا اتباع الوجهين ستطبع كل شيء على الوجهين فانا اختار اطباع الوجهين وعندما اطبع الوجهين ستطبع الوجهين ونذهب على مصدر الورق ونضع الدرجة واحد ثم Apply ثم OK ثم نضبط حجم وإصدار الورق المناسب ونأتي هنا LBB2150X من راوتر الواي فاي كليك كليمان عليها Printed Properties حتى نتأكد أكثر ونذهب عند بورتيز سأتلقى هنا اخذت رقم IP سنوصح دي شوية اخذت رقم IP عادي جدا لا يوجد أي مشاكل وفي هنا رقم الطابعة يقولك أن LBB3150X متعرفة من خلال رقم IP الموضوع سهل سنختار General ونمسح الكلام الأزرق ونكتب من خلال راوتر الواي فاي ثم نختار OK ستلاحظ أن اسم التعريف تغير بالشكل كليك كليمان علي مرة أخرى Printing preferences ثم نضبط إعداد الورق المناسب لك ايه A4 خلال هنا A4 To One Side Paper Source نختارها Drawer One ثم Apply ثم OK لو تلاحظ أن الأعداد الراوتر الواي فاي كانت باللغة الإنجليزية عشان اتبعنا الخطوات باللغة الإنجليزية ومن خلال USB الخطوات بتاعتها كانت باللغة العربية فالأعداد بتاعتها بقيت باللغة العربية وبكده ثبتنا تعريف التعريف من خلال الكابل USB ومن خلال الراوتر الواي فاي وزبطنا جميعا لأعادات الورق بتاعتهم هناك شيء مهم جدا أريد أن أوضحها قبل المقفل معكم في حلقة اليوم لو أنت تطبع من خلال راوتر واي فاي فلازم تبقى موصل الكابل النيتور لازم تبقى موصله لن تخلعه نهائيا لو أنت خلعته كده يبقى كده الطبعة لن تطبع من خلال راوتر واي فاي لازم طول ما تطبع من الراوتر ثم تبقى موصل الكابل بالراوتر أو السيرفر الموضوع البسيط وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة أتمنى أن نتعجبكم أتمنى الموضوع يكون نتعجبكم منتظر أي استفسار لكم بخصوص تبع الكانون كان معاكم أحمد الساد من قانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته